أربع وراءات جلاش بنحطهم فوق بعضهم من كل واحدة واحدة من يدي سامنا الواحدة الجلاش بنقسمها على أربعة على أربعة بصي أدي واحد اتنين تلاتة أربعة تمام صح واحد اهي اتنين تلاتة أربعة تمام حلو الكلام أدي واحدة بصي كل واحدة كده بتبقى الواحدة هم حطونه هنا يعني اللفة أعتقد بتجيب كم واحدة هتجيب تلاتة أربعة هتجيب اتنشر اتنشر قطع كده حلوين هاي ناخد ديها تهيط لقيت اتنين لزقين في بعضيهم اشتغليهم ما تقطعونش ببعض فهمت زي يعني مثلا لقيت اتنين جلاش عندك اتنين لفين على بعض أو لزقين في بعض باش اشتغل على طول مش لازم تعملي ورقة ورقة يعني عادي أهم بصي أنا لقيت اتنين أهم لازقين في بعض عادي جدا على فكرة تيومين هكده هول فيش مشكلة خالص وهيورق وهيبقى زي الفل ان شاء الله بس مش أكتر من اتنين بقى يعني هتجيب اخر واحدة هيت خطر ورقة اهيه تمام دا دا هجيب أكتر كمان احنا معنا كمان لفة كمان اهيه طب حلو زي الفل معنا تلت ورقات كمان طيب هدي واحد اهو بصي الطبقة اللي فوق الطبقة اللي تحت مش بدي اخد السامنة هدي اتنين شايفة اهو تلاتة اربعة هدي تلاتة ايه دا اربعة تمام حلو جدا تعالوا بقى نشتغل في الشغل بقى ايه المهم اخد يا باشا دا اخد واحدة هنا هنجيب عندنا معلقة عندنا بقى الكاستر ننتعينا قدام حضراب كهوت يعني دا من غير طبعا شرباط لبن حليب او حليب وكاستر الثلاث معالق من الكاستر على نص لتر من الحليب وبتحطوا مع بعضا على النار اهو وتلف بقى كده زي ما بتلف السموسك بالزبط تمام انا ما بوصي ما بش تاخد وقت معايا اهو تشايفها انا عملت ايه الاول انا عملت كل واحدة واخد اربع ورقات او خمسة ومن كل طبقة وطبقة سامنة وبعد كده قسمتهم على الاربع خدت كل شريحة وبدأت اللي انا اشتغل بيها كاستر او كريمة اللي اتنين يشتغلوا معايا كزاي الفل تعالوا ناخد دي كده اهو نزلحق بس عشان هي احطها كده اهو لا دي مش مش مزبوط هارجع تاني هارجع تاني اهو 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 اهي عشان الكاستر ما ببقاش بايب بس اهو اسي جمل بس اهي اهي ده تمام جدا باستر لازم يبقى بارد ما حضرتك كده والحاجة تكون واخد السمن بتاعتها وبعد كده نقوم واخدينها عندنا صج يعني السجده كبير ممكن نجيب واحد صغير قد زي الفل ده اهو مشي ونبدأ اللي انا احط بس كده اهيط كده حتى السجد لما يطلع يطلع بشكل جمالي طيب خدناه كده التلاتة دول نقوم جايلي التلاتة التانيين عكس ايه عكس بعكسها كده بس اهي شايفة اهو تعالوا نوضيها كده اهيط للكميرا دي اهي تمام مصي عكس دي كده اهو كده وهكذا تانيين بقى اهيه اهي كده وكده 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 وبعد كده نقوم جايلي بنفس التلاتة التكلام ايه ناخدها بشكل عكسي وبعد كده نبدأ ايه نبدأ نسوي خلاص كده اهو خدت السمن بتاعتها وتايم التامي سهلة اهي مسلساتة هات وزاي زي الفل خبني يا بارك واللفة صغيرة بالمناسبة اللي جاتلي فكل واحدة واخدك كم طبقة واخدك طبقات كتير يعني كل واحدة مسلا هتلاقي واخده حوالي متعج عشر طبقات فبالتالي هتلاقي ان شاء الله حاجة طالعة مورقة وزاي الفل على الفرن بقى نبدأ اللي احنا ايه نسوي بسم الله حد ما ياخد عندنا اللون الدهبي على درجة حرامية وسبعية بنسقي بيها شربات تيجي البارد كده بعد ما يطلع يبقى احلى البقلاوة غير الجلاشة شباب ها البقلاوة بتتسقي بشربات سخن البقلاوة لكن الجلاش لا في فرق بين الجلاش والبقلاوة اوه ده فرق سما وارض ده ما نوش علاقة ده خالص يعني دي حاجة ودي حاجة مختلفة تماما فعشان كده الناس بتشوف ساعات على سوشيال ميديا بتشوفوا حاجة زي الجلاش اللي ها البقلاوة تتسقي بيه شربات سخن لا ده موضوع تاني خالص يعني الجلاش حبا يعيني 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 خط موسيقى